بعد الجولة السابقة التي لم تثمر أي قرار سياسي يقضي بوقف العملية العسكرية المستمرة جرى الاتفاق على استئنافها اليوم الجولة الجديدة تهدف لمناقشة المقترحات الروسية الرامية إلى وقف إطلاق النار كما تعلمون ناقشنا المواقف وقدمنا عددا من المقترحات من الاتحاد الروسي فيما يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار لقد وجدنا أرضية مشتركة حول عدد من المقترحات على طاولة المفاوضات نفسها الرئاسة الأوكرانية كانت قد أعلنت من جهتها عن إجراء جولة أخرى من المحادثات إن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو من أجل وقف العملية العسكرية لكنها لا تقبل في الوقت ذاته الإنذارات الروسية في انتظار جولة مفاوضات جديدة تقضي بوقف إطلاق النار في ظل عملية عسكرية متواصلة فما الذي تحمله هذه المفاوضات وحصيلة الخسائر في ارتفاع